قطاع من القطاعات اللي بيتطور بشكل ملحوظ جداً هو قطاع السياحة بيحقق أرقام كبيرة في عدد الوفود وفي عوائد السياحة كمان بالعملة الصعبة في آخر عشر سنين ارتفع عدد السياحين من 5 مليون و400 ألف سائح ده في عام 2016 إلى 15 مليون سائح من هيئة عام 2023 ده بيعكس إيه؟ بيعكس حجم الشغل الكبير اللي اتعمل في هذا القطاع الحيوي المهم والاهتمام به باعتباره طبعاً من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصر يمكن السنة اللي فاتت السياحة حققت رقم قياسي وتحديداً في النص الأول من عشرين تلاتة وعشرين اللي مصر استقبلت فيها سبعة مليون سائح في شهر إبريل اللي بعده تم تسجيل دخول أكتر من مليون و300 ألف سائح لمصر أعتقد الأرقام دي بتقول أن الدولة قدرت أنها تروج لمصر باعتبارها وجهة غنية بتنوحها لأنها فعلاً بتقدم للزائرين مزيج كده من تاريخ ثقافة طبيعة يعني كل واحد حابب حاجة في شكل السياحة اللي هو عايزها حيلاقيها موجودة عندنا حيلاقي كمان المزيج اللي موجود ما بين الحضارة الفعونية الأديمة أو الحضارة المصرية القديمة لشواطئ البحر الأحمر الخلابة المدن النبضة بالحياة زي القاهرة السياحة السحراء والسياحة السفاري اللي موجودة يعني كل واحد نفسه في شكل مختلف حيلاقيه صحيح بكل تأكيد والتقرير اللي صدر عن وزارة السياحة بخصوص أعداد الوافدين بيقول أن الدولة شغالة على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق معدلات نموه بنسبة تتراوح من 25% لـ 30% عشان نصل لكام نصل لـ 30 مليون سائح سنوياً ده بحلول عام 2023 أعتقد أن بسبب التطوير الكبير اللي تعمل في قطاع السياحة والمنشآت والمواقع السياحية يعني في السنوات الأخيرة كده كان فيه تمام إحنا شفناه أن يبقى فيه تطوير في المتاحف يبقى فيه إنشاء لمواقع جديدة للمتاحف مواقع أثرية مواقع تاريخية يحصل لها تطوير ويحصل لها يعني نوع من أنواع أنها تبقى صديقة كمان للبيئة بالإضافة لتطبيق آخر التطورات التكنولوجية فيها تطوير طريق الكباش افتاح مطحف الحضارة يعني كان فيه انتعاشة كبيرة لما حصل افتتاح أو المتحف المصري الكبير أعتقد أن احنا هنشوف شكل مختلف تماماً لما يتم الافتاح بشكل رسمي تماماً مرة تانية إحنا موجودين مع حضراتكم النهاردة على مدار الحلقة موجودين معكم إن شاء الله على مدار ثلاث ساعات ونصبح عليكم صباح الخير يا مصري